بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب هناك سؤال مثير ولطيف من الأخ عمار محمد يقول أي الفرقتين السنية أو الشيعية هي الناجية السلام عليكم أستاذ أحمد باختصار شديد أي الفرقتين السنة أو الشيعية هي الأصح أيهما تمثل الطريق الحقيقي إلى الله لا تقل لي أن الله لا يحتاج إلى كتلوك لمعرفة الوصول إليه تعبت في بحثي ولم أصل إلى الحقيقة بعد كلما هممت باختيار التشيئ والعبادة اعتمادا على محتوى تساورني الشكوك حول صحة كتبه وانتسابه إلى سادتي أهل البيت وكلما مارست عباداتي أقول في نفسي تتبع آراء أحمد وأبو حنيفة وأبو ألان ولا تتبع علي أن أهل بيته أفدني رحمك الله دلني على الطريق أمانة عليك أمانة أتعلق بها في راقبتك يوم القيامة أرجوك يا أستاذ أحمد أمضيت عمرك أمضيت عمرك تقرأ وتطلع أعطني عن خلاصة أي الفرقتين هي الناجية أتوسل إليك أنتظر ردك بفارغ الصبر دمت طيبا وبخير في الحقيقة هذا الموضوع عجبنا عليه عدة مرات أن الفرقة الناجية هي الأمة الإسلامية كلها إن شاء الله ناجية والله سبحانه وتعالى يبين شروط النجاة في بداية سورة البقرة إنسان لو يقرأ قرآن وهذا شهر رمضان شهر القرآن يعرف الفرقة الناجية بسم الله الرحمن الرحيم الأفلامي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويمما رزقناهم ينفقون ويؤمنون بما أجل إليك وما أجل من قبلك وبالآخرة هم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لا يقالي السنة ولا يقالي الشيعة والشيء المفرح جدا تعليقات الإخوان العزاء يعني فعلا تنبي عن يعني عن وجود أو قيام تيار إسلامي فوق الطواف ولا يؤمن لا بالسنة ولا بالشيعة والبعض قال أنه الفرقتين ناجيتين سنة ولا الشيعة كلهم ناجين البعض قال لا سنة ولا الشيعة كلهم منحق فيهم ولكن الأكثرية قالوا بأنه اتباع القرآن الكريم والخلافات سياسية والخلافات جزئية وبسيطة فمن يشغل أنفسنا يا فرقة ناجية ويا فرقة ضالة لا إن شاء الله جميعا هم من أهل الجنة وهذا حديث الفرقة الناجية أصلا في كلام يعني في كلام أنه في عدة روايات أصلا حول هذا الحديث أنه ستفترق أمتي 73 فرقة فرقة في الجنة والبقية في النار أو كلهم في الجنة وفرقة في النار الفرقة الشاذة يعني حديث أصلا صار مو مضبوط ما يمكن نعتمد عليه نرجع للقرآن القرآن يبين الحقيقة واضحة وبسيطة يعني فلا بأس نطلع على آراء الأخوان أجوبة لطيفة وحلوة ونشكرهم على هذه التعليقات وننتظر المزيد منهم إن شاء الله الأخ قاسم بعرور فلك الحريشاوي يقول الناجي هو من التزم حلال محمد واجتنب حرامه أما الخلاف فهو حول قيام السلطة ومن له الحق فيها وهذا خلاف تاريخي خلين نخلص من عنده راح جاوزنا الأخ محمد العربي يقول هؤلاء جميعا هم مسلمون آل البيت والصحابة خذ من علمهم ما يوافق القرآن وما انثبت صحته ولا تهتم لقول الإمام علي وأنه لا يعرف الحق بالرجال ولكن تعرف الرجال بالحق يعني لا تهتم لمكانة الشخص ومقامه وإنما أعرف هل هو على حق وبما يوافق كلام الله في قوله وفعلي وقال أيضا لا تنظر إلى ما قال وانظر إلى ما قال أو ما قيل زيد الرسام يقول كلا الفرقتين كلا الفرقتين ليسوا على حق فرقوا دينهم وأصبحوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون كل منهم حرف الدين على هواه فأصبحوا مثل الأمم التي خلت من قبلهم التي حرفت دينها كالمسيحيين واليهود أما الدين الحقيقي فهو عبادة الله وحده واتباع القرآن الكريم فقط وعدم اتخاذ أنداد من دون الله يعني ما نقدر نحن نشطب على الأمم الإسلامية نقول كلهم من حرفين لا نقول في بعض الانحرافات في بعض المسائل ولا ناس يصلون يصومون يحجون يزكون يعني ما في مشكلة عباس الأنصاري يقول لا يوجد شيعة وسنة في الإسلام الحق هو في كل حق نتيقنه عند الشيعة أو السنة لا السنة متفقون فيما بينهم في كل شيء ولا الشيعة كذلك فلماذا نحدد أنفسنا بمذهب يتخالف مع نفسه هنا أو هناك اتباع الحق لا يحتاج إلى مذهبية بل يحتاج إلى روح الدين التي نجدها في القرآن الكريم وما اتفق عليه المسلمون بكل مذاهبهم كالصيام والحج وغيرها من العبادات وما عدا ذلك فهو ليس مطلوب مننا يعني الدين ما عد نخلاف عليه موجود لها جميع المسلمين الخلاف حول السياسة وحول التاريخ وحول قضايا شخصية يعني حمزة بن أحمد يقول أروع آية تختزل بساطة الإيمان وحب الله لخلقي وإن الله رؤوف رحيم وما خلاقنا ليعذبنا هنا قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صالك الله على أي العظيم خلاص الأخ محمد طوايحة إذا قدرت أقرأ كلامه بالإنجليزي مكتوب يقول اسمح لي أستاذ أحمد بالتعليق على التساؤل بالنقاط التالية واحد عند عشر نقاط تصنيف المسلمين إلى شيعة وسنة وغيرها من التصنيفات هي تصنيفات بشرية غير مقدسة جاءت نتيجة التقليد الأعمى والغلوب وأوضاع سياسية وخلافات أو خلافات فقهية بعد زمن الرسول والخلافاء الراشدي فعلا نقطة لطيفة اثنين الله سماننا مسلمين فلماذا نذهب إلى مسميات أخرى ثلاثة الخلاف بين الفرقهاء لا يتجاوز خمسة بالمئة في حين هم مجتمعون على معظم أصول الإسلام والإيمان والخلاف في المسائل الفرعية البسيطة وليس في الأساسية أربعة المسلم الأقرب إلى الصواب هو الأبعد عن أسباب الخلاف والتفرق والتنازع خمسة المسلم لا يتقرب إلى الله بالكراهية والشتم والذنب خصوصا إذا كانوا من الذين سبقونا بالإيمان قال تعالى ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ستة التقرب إلى الله يكون بالقرآن واتباع رسوله وكل أثر لا يتعارض مع نص القرآن وروحه وليس بمدحي أو ذنب فلان سبعة لم يفرق الرسول في حياته بين صحابته وآل بيته وهو أسوتنا في فعله ثمانية اعمال العقل وعدم التعصب للرأي والحيادية في التفكير وتتبع الدليل هي سلاح المؤمن في الوصول إلى الصواب تسعة الخلاف والاختلاف والتفرق والتنازع مذموم ومنهي عنه بل يصل إلى درجة الحرام في القرآن مستحق الأقوبة عشرة التقليد الأعمى والاتباع بدون دليل مذموم وليس من صفات المسلم الحقيقي بل هي ضرب أو هو ضرب من اتباع الهوى والتحيز النفسي إهداعش بعض العلماء والشيوخ والمراجع والمفكرين والسياسيين هم أسباب نشوء هذه التصنيفات فيجب أخذ الحيطة والحذري منهم والبعض هي أسباب قديمة والبعض يكرسها اليوم والبعض يحاول يتجاوزها والبعض يحاول يكرسها ويعمقها ويضخمها ويصوية قضية كبرى يعني وخلاف ديني مو خلاف فقهي أو خلاف سياسي أو خلاف بسيط إثناعش علينا أن ننشغل بواقعنا ومستقبلنا بدل إضاعة وقتنا في نبش الماضي واشترار ما مضى قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الأخ أبو أبو الحارث المسلمي الصخري يقول الله در أيد هذا الكلام وأيضا الأخ أبو مروى الأنصاري يقول أعتقد أن الدين موقف بالإضافة للعبادات التي أمر بها الله سبحانه وتعالى فموقف الإنسان من كل شيء سواء كان صغيرا أم كبيرا من ظلم أو من غيره يعني موقف الحياة مع الحق أو الباطل توقف أنت مو فقط الصلي والصوم الأخ مؤمل جاسم يقول كن متشيعا علويا ومتسنن نبويا سنة نبوية ولا تكن متشيعا صفويا ومتسنن أمويا ها طبعا ما أخذ الفكرة من الدكتور على الشريعة رحمة الله عليه ونجي الأخ علي الزبيدي مداخل تطويلة شوية وأنا مارد أطول عليكم كثير عند أدة مداخلات يقول إذا كان الحق مطلوبنا أو مطلوبنا ورضاء الله غايتنا فالجواب في غاية السهولة واليسر إذ المشكلة كل المشكلة في أهل الأهواء الذين هم أصل الداء وأس البلاء وهؤلاء لا شأن لنا معهم ولا نحن حريصون عليهم إنما نوجه كلامنا إلى مريد الحق ممن إذا وجدوه لن يؤثروه عليه سواه ولكن خفي عليهم لطروق شبهة أو افتقاد بيينة فإلى هؤلاء وحدهم نوجه كلامنا فنقول إن كتاب الله تعالى هو مصدر الهداية وأساس المعرفة كما قال تعالى ذلك الكتاب لا رأيب فيه هدل المتقين هذه حقيقة لا يختلف عليها مسلمان لكن لهذا الكتاب العظيم مفتاحا ربانيا لابد من الإمساك به حتى يتمكن العبد من الاهتداء بيسر إلى مراده ويميز بوضوح تام بين الحق والباطل وعندها سيعرف بلا أدنى شبهة من هم أصحاب الحق ومن هم أصحاب الباطل ليختار عن بيينة أن يكون من هؤلاء أو من هؤلاء هذا المفتاح الرباني نجده في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في الألم والراسخون في الألم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب فأهل الحق يتبعون الآيات المحكمات أي النصوص القرآنية الصريحة الخالية من الإشكال والاحتمال وذلك يقين لا شبهة به أما أهل الباطل فيتبعون المتشابهات التي تحتمل وجوه متعددة متناقضة وذلك ظن لا يقين فيه يعني يأولون القرآن أو يأخذون التأويلات هذا هو المفتاح وهذه هي العلامة الفارقة والحد الواضح الفاصل الذي به يتم التمييز التام بلا أدنى شبهة أو لبس بين فريق الحق وفريق الباطل في الحقيقة يعني هذا صحيح ولكن يعني في مسألة الدين ما في خلاف ما في لا بالصلاة ولا بالصوم ولا بالحج ولا بالزكاة إنما كان في الأمور السياسية فالأمور السياسية القديمة انتهت والآن أدنى حالة جديدة كيف نقيم أنظمتنا السياسية فهذا الكلام يعني أخذ المحكم صحيح ونترك المتشابه أيضا صحيح ولكن ما يأثر كثير في موضوع الخلاف بين الشيعة والسنة على حديثة طويل نجي الأخ سفيان المنزه يقول ما دمت تعتقد يخاطب الأخ عمار محمد ما دمت تعتقد أن هناك فرقة من بين الفرق هي الفرقة الناجية فسوف تبقى في حيرة خلاصة الخلاصة هي في اجتناب الانتماء لفرقة معينة أو لمذهب معين اكتفي بأنمان واحد وهو الإسلام دين الحق وتذكر قوله تعالى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون يعني في الحقيقة الإنسان ما لازم يكون شيعي أو سني مهو الضرورة الشيعي أدو أشياء لطيفة وحلوة والسنة أدو أشياء لطيفة وحلوة إنسان يكون لا مذهبي وتحدثنا عن لا مذهبية في أدة محاضرات يكون لا مذهبي يعني ما يتعصب مثل الآن قدنا مراجع عند الشيعة مثلا وعند السنة علماء كثيرون متعددون فأنت تلتزم بمرجع واحد أو تأخذ المساعي الفقية من أي مرجع تشوف أنت يا مرجع تشوف كلامه صحيح والدليل عنده دليل قوي تأخذ برأيه فما تتعصب لمرجع واحد وكذلك في السنة علماء كثيرون ما تتعصب لعالم واحد ومرجع واحد يا إنسان يتكلم كلام منطقي وحق ولطيف وعنده أدلة وبراهين تأخذ كلامه فإذا إحنا هدمنا هاي الجدر اللي بين الشيعة والسنة وجعلناهم كلهم علماء مصطفين أمامنا مئة عالم ألف عالم عدنا كل واحد يتكلم بكلام نشوف كلامه صحيح ولا لا الفتوى اللي يفتيه مثلاً معقولة ولا مو معقولة إذا شفنا هذه الفتوى تتعارض مع القرآن أو مع العكل أو مع الألم أو مع الواقع أو شيء يقولها كلامك مصحيح فبهالحالة احنا راح نخرج من الاسنائية الشيعية السنية ونكون مسلمين ولا طائفين ولا مذهبيين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصياماً مقبولاً إن شاء الله